الحلقة اللي فاتت من سلسلة تجديد السيارة سيارة الزد من نيسان حرفيا السيارة هذي قررت اشتغلها بيد ديانا كانت فيها مخاطرة كبيرة من ناحية البدي والاشياء هذي ولكن الحمد لله قدرنا نجتازها لو تذكرون في الجزء الاول كانت اول مرحلة هي نقل السيارة لمكان العمل بعد التحقق من اعطال داخل السيارة بحث عمل المحرك بعد حصلنا في بعض المشاكل من ناحية البنزيم تغيير الجير بالكامل لانه كان مكسور بعد تغيير ترمبة الخاصة بالبنزيم بعد لاحظنا في صوت في السيارة غريب وصار الشكمان يحتاجي لتلحيم وقفال الفتحات الموجودة فيه في اليوم الثاني فك الداخلية وتغيير العوازل الخاصة بالسيارة بعد تغيير الزيت الخاص بالمحرك مع العلم ان المحرك RB25 نضيف الدعسة والبواجي الخاصة بالسيارة وبعد العمل اللي ما توقعت اني راح اسويه حرق وتفكيك السيارة بالكامل قبل ما نبدأ في مقطع اليوم حبيبي وعزيز المتابع لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة باقي لنا شوي ونوصل 200 ألف متابع والشي الأخير صار لي موقف بسيط انتبهوا عشان ما يصير لكم مرة ثانية نحق البواج عشان يضطقون للألوان وراح يشوف النور الحين احقين للألوان ممكن هذا ممكن هذا صح غير اخترنا وين اللون اخترناه هذا والله خلاص يجب انتمدنا اللون هذا باذن الواحد جمعات خير غطوا المكينة بالكامل عشان برضو يرشون لجوه ورشون الأشياء الموجودة برضو هنا غطوا الأزقاط حقات الوكالة اللي كانت على الكبوت عشان يرشون المكان هذا كامل باذن الله والحين جمعات الخير تودونها للفرن السلام السلام اللي كان حال بأخير صورت بالتخبر هو اخطرنا atrás في طريقة ажу ايوه الباب اخطرنا بسم الله ما شاء الله يا اخي مية مية انت شكرا الله يعطيه العاقه الله ما قصره تعبان باقي صغير باقي هذا عاد هو ابو الفرن ورني البوية يا السلام هذا هو اللون اللي راح الرشي جمعت الخير ما شاء الله كويت لونه بس باقي لك هرباقي اشياء صح يا رب حجل يلا مت بترشها ما في الحين لما مزاج يجي كويت باذن الله باذن الله وقت الترتيب راح نائم ندور القطع اه اوكي ما شاء الله ما شاء الله جميل 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 حتى هذه العيون يا السلام هذا يوتيوب هذا قبل شوية سنابة نصو هذا يوتيوب شوف صده مات الحين ايوه 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 وهذا هذا وهذا ثنين هذا وراه هذا كدام هذا وهذا هذا وراه هذا وراه هذا وراه هذا يرجاء هذا وراه شنطة ايوه اسود 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 بهذا اصود برضه ها جاهز الرشاش حالو حالو ها انت كم جيب بويا ربع كيلو لا رس كيلو يعني كتفي جوا برا صح ها هنا شبك ترى عايدي هذا الرشاش اللي بيعدي فيه البوية اوه هنا البوية ما اشفتها ورلا لونين ازرق و ازرق يعني ازرق قدام اوه هنا ازرق قدام اوه هنا ازرق رش الباب والدواخل اشتركوا في القناة هذا حين قاعد يرشد دواقل ايوه قاعدين يرشون حالي اشتركوا في القناة هذا هو رش الدواقل طبعا مع اللقن رحيفة البلون مرة خلصوا من رش البوية تمام خلنا وركنيها بشكل كامل بعد مرشون البوية يبدأ اللكر طبعا اللكر يغير اللون بشكل كبير مرة البوية جمعت خير هذي لونين شوفوا من هنا اللون واللون الغامق أو المهيضة يعطي لون اوكي هذي هذي القطعة الخاصة الهنا هذي شكلها من وره ما شاء الله لاي لح لله باقي اللمعة اللمعة رح يفرق شكلها بشكل كبير مرة يبغى يشك هذي جه Flash عشان نقط intake اللكر اللكر أعلي كبير روية ونسنغط ولا تناول روية يا لكر هنا يا لكر ونسنغط أسرخ حتى يا لكر يا لكر أسرخ أو هنا روية روية طلع اللون الاسم هذي مبلكم لونين شوفوا هذا بدون لكر وهذا بدون لكر ما يتمنى والله طالع دفاع مبسا في بعصة مبسا هنا ما زل رشبايد بعدين هذا الاخين قاعدين الرش الصدامة هير سوف الفرق بين هذا وشوف الجاد الفرق شاسع ايه ركزه علينا ايه ركزه علينا الاحين بيجي دوري جوعة خير انا بيجي رح ارش هالي كله انا اللي رح ارش ه باذن الواحد الاحد انا بعمل vert يا سلام طيب يا جمع الخير رشة الداخلية بس قلت لها لا أبغى لكر هنا تبغى المنفقة هذي كلها لكر عشان تطلع مرة كويسة عشان تطلع نفس كده جمون فيها لمحة أفضل هذا حين جاهز برشة لكر دور السيارة موسيقى 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 خلو لما يخلص طيب يجمعت خير جينا أنا وبعد طلب يا أهلي بس كيف شفت حاير صراحة جميلة جدا اللي بيجدد صراحة صحيح كل شي فيها يعني أنا سمعت في الخليج ماذا يقول لك روح الدولة الفلاني أوكي في الموارات سيارات حديثة بتحسنون بس صراحة سيارات القديمة بني بشكل ما تتخيرون فراح نوريكم جو حصلنا هذا الزد هذي شلي حاير وفي الثانية قدامنا هنا نبغى بس القطع قال لي لا تبيعها كاملة ازيح قلت له خلاص كيفة كم بيحها كاملة وبدأ نموش ناخذها ونشلم حملها القطع ونركبها على الزد حقتنا طيب هنا خلصوا الصدام اللي قدام برضه وهذا الصدام اللي وراء بعد ما في كل كياس راح يبان الشكل فرق عن قبل بكثير اي يا جماعة الخير اليوم الأخير تدرون ذا اليوم كم هذا اليوم الخمس وعشرين حرفيا ان البويا صغرقت وقت كبير عشان يرشونها هنا قاعدين يجهزون الصدامات عشان برشونها تغير رأي يوم مركبة تقتلها رشوعة فهنا ركبوا القزاز ركبوا الأزياج عندكم هنا برضه قفلوا الوجهية عشان يرشون الصدمات اللي موجودة هنا هنا عندنا واحدة من كسرة يبغالنا واحدة تمام عندنا بس جنطين هنا المسكلة عندنا جنطين ولكن راح نجيب طاقم جنوق باذن الله مو نفس الشكل شكل ثاني هنا برضه ركبوا القزاز تعالوا شوفوا الداخلية داخلية بغالها بس الطبلون موجود في الشنطة ورح برضه نفك المراتب اليوم في البيت نطلع الرياض نغير تنجيدة المراتب والي حول القير والبيبان تمام هنا برضه قاعد جهز هنا الشنطة شوفوا رشيت اللي هنا باقي الرشة الثانيات اللي هنا نخليها أسود لأنها بتكون كلمسات حلوة بإذن الله طب اللي هنا نوقف يا جماعة الخير بكرة عاد بيبدون يركبون الأشياء عليها خلنا أخذ لكم فرع السيارة ووريكم اللون ولكن طبعا ما راح يبال لكم اللون إلا بعد التركيبات هنا عندكم الصجاة اللي تحت عندكم اللي هنا موجودة اللي هنا السيارة اللون لون سيارة مرة جميل حقية مرة مرة جميل هذا يجب السيارة من وراء من فوق مرة جميلة بإذن الله أمخارف أمخارف مرة جميلة وراء 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 وراء